مرحب مرحب يا هلال أهلاً أهلاً كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار مرحب مرحب يا هلال أهلاً أهلاً كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار نعطي صبراً نأخذ أجراً والله يرانا السلام عليكم مرحبا بكم في قناة زهر الشانيل ونتمنى يلقاكم هاد الفيديو باخير في صيحة جيدة واليوم غاد نحضر معكم واحد اللي قيش بالطن غاد نحضر واحد حشوالي قد جيدة بزاف وبواحد العجين اللي نجح مئة في المئة خليكم معي تبعوا معي الفيديو حتى واخر وفمو كوينات العجين غادي نحتاج لخمسمائة قرام ديال دقيق ديال الفرص نسكاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون والزيتة غومية وغا نحتاج لشوية ديال الزيتر واحد القبيصة ديال الملح غاز معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من سكر سنيدة وبيضة هناك ناخدو الدقيق كنضيفولي الزيتة وسنيدة والخميرة والملح وغنخلطوهم واحد شوية وغنضيفوليهم الزيت وغنخلطو حتى كيت ترملينا داك الدقيق احسنوا احسنتوا احسنوا نحن الان احسنوا احسنتكم واجتنا ومعلقة واجتنا سوف نضيف بيضة لها الخالط سوف نجمع العجينة بالماء لما يكون عادي من الروبيني نضيفه في الماء ونجمعه حتى نحص على العجينة التي تكون متماسكة و لا تكون شجارية سوف نضيف السورة سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها حتى نضيفها ودابا غادين وجدو الحشوانة كان اخدو واحد كاسرولة ولا تنجرة كان ديرو فيها واحد الكمية من زيت كان خلوه واحدا كتسخن وكان نضيفو لها بسلام شلدة تكون رقيقة تقريبا انا جدرت واحد الحبا غنضيفو واحد رشة من الابزار ورشة من الملح ونخلو هاد البصلة دينا تشحر حتى كترجع يرجع اللون ديالها شفاف من بعد ما تتحقلت لنا البصلة غادي نضيفو لها الفلفلة هنا عندي خديتانا فلفلة حمراء وفلفلة خضراء كان قطعومة على شكل مربعة صغر صافي غادي نخلو هاد الفلفلة حتى يتشحر لنا مع البصلة مزيان غا نخلو هاد المكوينة تتشحر لنا مزيان ومن بعد نضيف شوية ديال حقوم تقريبا مع عرقة صغيرة مع مرش ومن بعد ما يتشحروا لنا المكوينة سوف نطفع لهم ومن بعد ما تشحروا لنا البسلة مع الفلفلة سوف نضيفوا لهم الطون الطون نصفيه من الزيت سوف نضيف المكوينة سوف نضيف الحشوة إلى جنب هذا الحشوة كالجلدي سوف نضيف المكوينة سوف ندخل معفض المكوينة سوف نضيف الحشوة ونضيف المكوينة سوف نضيف الحشوة وما يكونش غريض بزف كيجي على هاتشكل اللي كتشوفو. هنا كان اخدو المور كان دهنوه بالزبدة ولا الزيت وكان نرشو بشوية دقيق. صافي وغادي نحطو في هاتك العجينة اللي اللي صرحنا على هاتشكل اللي كتشوفو. صافي غادي نقدو العجين دينا وغادي نحيدو هاتك العجينة اللي زايدة لنا في الجناب. وهاتك العجينة اللي بقات غادي نحتفظو بها حتى نوغيكم ما نوجد بها في الخردية الفيديو بلا ما نلحوه عش نضيعوها. صافي هنا من بعد ما قدين العجينة في المول كانت كوها بواحد الفوخشيط ومن بعد كان ناخدو الحشوة دينا اللي وجدنا كنضيفوها في الوسط دي المول وكان قدو عم زيان والحشوة يمكن لكم تضيفو اي حاجة كتعجبكم الجاج وللالكفتاء هناك ناخدو جوج بيضات كنضيفو لهم كاس ديال حليب وغنضيفو لهم واحد فورماج متلات غادي نطربو زيانة المكوينة ديالنا حتى كينساج مولينا يمكن لكم تطربو في الخلط الكهربائي صافينا كناخدو هاداك الخليط لي وجدنا كنخوه من فوق الحشوة هلاش كلي كتشوفو ومن بعد غادي نضيفو واحد شوية ديال فورماج محكوك صافي وكان دخلو المول ديالنا الفرن الفرن يكون مسخن من قبل كان شعلو لتحت حتى كي يطيب لينا من بعد كان شعلو الفقه حتى يتحمق لنا شوية لقيش صافي هنا هي هاداك العجينة اللي بقت عندي كان اخدها كان سرحها بتكون رقيقة صافي وكان قطعها على شكل دوائر صافي كان اخدو هاداك الدوائر كانت تكون بالفرشيت وكان دفو فيهم شوية من الحشوة وشوية من هاداك الخالط اللي وجدنا ومن بعد غادي نضيفو شوية ديال فورماج صافي وكان ندخلوهم الفرن يطيبو صافي هنا من بعد ما طابلين عالقيش هنا ازين توب شوية ديال زيتونك حل مع اقزبوغم قطع وكانت عدية الوصفة ديالنا اليوم كتجيل ديال بثاف نتمنى تعجبكم وما تنسوش تخلو لي اللايكات والتعليقات ديالكم اه واللي كنتي اول مرة كتزور القناة متنسوش اشتراك وتفعيل جرس باش يوصلك الفيديوهات جدد وغا نقول لكم بسلام عليكم تلقاكم فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة جديدة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة